قبل ما أروح على مسألة عايزة أخطى بقى مسألة مذاكرات التفاهم وأبدأ في التصنيع لك لازم أخذ رأيي أيضاً موانس جمال عسكر في الموضوع أنا أخش على الكهرباء على طول؟ ولا أشتغل على مسألة تطوير تجميع سيارات محركات الاحتراق الداخلي وبعدين أبقى أشوف قصة الكهرباء طب ما نرجع بقى خطوة للخلف نرجع عندنا فندي مقرار لفخامة رئيس الدولة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور بصطفى مبولي مع خمس وزراء مع أربع خبراء تم اختيارهم عن طريق رئيس مجلس الوزراء الموضوع عدى عليه حوالي سنة ونص بعد سنة ونص نسأل معالي دولة رئيس الوزراء إحنا طلعنا استراتيجيات تصنيع السيارات في مصر حيث لما تروح الخليج على سبيل المثال تلاقي كل العربيات اللي باشية في الخليج في أي دولة من دولة الخليج مكتوبة على كده صناعة هذه السيارة طبقا للمواصفات الخليجية دي نمر واحد إحنا عندنا مواصفات في مصر ما عندناش عندنا استراتيجيات في مصر ما عندناش عندنا التوقيع مذكرات تفاهم ونواية وقعنا كذا كان عندنا الوزير هشام توفيق وقع نواية مع دونج فينج في الصين وثمان شهور بازة المبادرة يبقى الغالي الوقت إحنا ما عملناش حاجة طيب إحنا عندنا مقاومات الصناعة عندنا مصانع في الانتاج الحربي عندنا الشركة الوطنية النص السيارات عندنا الهائل العربية للتصنيع عندنا 15 ألف مهندس ميكانيكا وكهرابا كل سنة بيتخرجوا عندنا طلبة بتتخرج من مدارس التعليم الصناعية 3 سنوات و 5 سنوات دول عندهم محفزات أن أنت تعمل لهم كارير باس تعمل لهم مصار وظيفي من أول ما يخلص ويخش الفورميولا ستيودن في أنجلترا وفي ألمانيا الفرق المصرية كلية الهندسة جامد عين شمس وكلية الهندسة المطارية حلوان كلية التعليم الصناعي في الأميريا كل دول بيطلعوا الفورميولا ستيودن وبياخدوا مراكز ما بين الأول والثالث النازل لما بترجع بنعمل بهم إيه في الدولة يعني أنا عندي العامل البشري جاهز وزي الفل وعندي قاعدة صناعية ممثلة فيه ثلاث قطاعات صناعية ألعب فين؟ في الديسجن ميكر أنا عايز صانع قرار ويختار الشخص المناسب عشان الصناع على المناسب النهاردة فيه خناقة بالدور ما بين مين أمريكا الاتحاد الأوروبي ضد الصين بيرفعوا النهاردة الضرائب والجمارك على سرط كاربة 38% اتحاد أوروبي أمريكا ضعفتها 100% بيرفعوا الجمارك على البطاريات الليسي معين بالنسبة 25% عشان يحطموا الصناعة في الصين طب الصين هي معقل صناعة العالم طب الصين بتعمل إيه؟ بترد بنفس المعيار والمكيال هتعمل لك ضرائب على كل حاجة بتيجي من عندك انت عاد في أمريكا وفي أبوروبا الكورسي اللي انت عاد عليه صيني الكمبيوتر صيني هدومكسي كل حاجة صيني فهم هعملوا فيك نفس المضوع طب مين النهاردة الصين بتشتغل على مين؟ تلاقي الصين النهاردة بتشتغل على تايلاند تشغل على البرازيل وبدأت هذه الدول بتاخد سيارات كهرباء من الفئة المتوسطة ما بتاخدش من الفئة البسيطة اللي هي التوك توك لا الهند اللي بتاخد الكلام ده لكن الصين النهاردة العام المنصرم 20-23 الصين صناعت 27.8 مليون سيارة 20-22 ستة وعشرين مليون وثمانية من عشرة صدرت من نوم الصين كام؟ يقرب من سبعة ونص إلى تمانية مليون لدول العالم في كل سنة ليه؟ هي بتشبع الدوميستيك ماركت السوق المحلي بعد كده تدي للناس اللي برا طب احنا فرصتنا فين لو أمريكا النهاردة بتاخنوا الصين والتحالي الأوروبي بياخنوا الصين طب ما نجيب النهارة وإحنا هنا عندنا في مصر عندنا بقى الطاقة بشرية وعندك مقومات الناس موجودة والمصانع موجودة بس عايز حد هو عنده الجوب دونتش عنده المعرفة في الشغلانة أنا النهاردة بسيجي في راجل موزيعة وراجل كذا هو ما يعرفش حاجة في دور المهندس ولا يعرف حاجة في الجزئية بتاعت المانجمنت ستايل النهاردة كل الناس في العالم بتشتغل على المودرد نكنيك في المانجمنت ستايل تدور ازاي المؤسسة دي تدور ازاي المصنع ده اللي تايم بتاعك في القطع الغير اللي هتيجي من بره كل شهر قدي ايه وهتاخد وقت قدي عشان خطوط الانتاج ما توقفش أنا النهاردة همكون كي مشكلة في الصين طب ما صلنا عنا العربية هنا عندي أنا 40% 45% 50% مكون محلي موجود هنا عندي ازايز عندي كذا عندي كذا الجزئية دي بقى عايز اقول جزئية سغيرة ان احنا كان عندنا مشكلة في التايرز او الكويتش كل الناس في مصر بتكيب الكويتش قال لك والله احنا هنعمل شركة جديدة تعمل كويتش صحيح طب يا جماعة انتو حسبتوا التارجت المطلوب احنا عندنا على سبيل المثال اخر احصائيات بتقول ايه ان احنا عندنا يقرب من 9 مليون ونص باسنجير كار عربية طبقا للإدارة العامة المرور دول محتاجين كل سنتين خمس فرد لما تحسب دول يطلعوا كام 45 مليون فرد الكويتش يعني في السنة احنا محتاجين كام 22 مليون فردة ونص عشان تكفي السوق المحلي ولا كلها المصنع الفتحة ده بينتج 100 فردة في اليوم يعني 3000 في الشهر هيوصلوا ايه ل5000 في اخر ايه 24 طب يا جماعة ازاي السوق محتاج كل الكام الهيوجي الكبير ده واحنا هنشتغل على الجزئية دي نرجع لحتة صغيرة بقى تاني اللي هي ايه اللي مش موجودة عندنا وما بنشتغلهاش ويمكن ناس كتير ما بتعرفهاش الكي برفورمانس انديكيتورس بيقول ايه انت بتنتج ايه قياس معدلات الاداة بتنتج ايه بكفاءة قد ايه بكفاءة قد ايه بكفاءة قد ايه الانتاجية بتاعتك كام وكفاءة تاكام اليابان بتقولك الكفاءة العادية بتخشي لغاية 110 في اليابان بيوصل هناك 200 في المية و180 في المية بتاعت الراجل اللي بيشتغل يبقى انا مش مهم عندي انا الصناعي بيجي المصنع كم ساعة بمعنى ان انا ممكن اجيبك الشغل 11 ساعة لا 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 ما تشتغلش في ال 12 ساعة واجيبك 8 ساعات تشتغل 8 ساعات اكزاكلي وتشتغلهم 150 في المية فتجيب الانتاج مرة ونص يبقى انت هنا مش مهم بتاخد كم فيه دراسة في العالم في اليابان وكذا دولة قالوا ان احنا عايزين نشغل الناس بتوعنا 4 ايام في الاسبوع ونخليهم يريحوا 3 ترجمة نانسي قنقر